سيدة بيضاء شقراء غراء فرعاء مسقول عوارضها واسمها إيفانكا ليست سيدة عادية إنها ابنة رئيس أقوى وأغنى رجل في العالم أغنى دولة في العالم لأقل فهي الفتاة المدللة عند أبيها والتي تشور عليه في أمور البلاد والعباد وتكون أولى المرافقين له على متن طائرة العسكرية الرئاسية لكنها زوجها متزوجة من شاب وسيم غني اسمه جاريت كوشنر يشور على عمه أيضا في شؤون البلاد والعباد إيفانكا تغمره بحبها وتحرص على راحته ليل نهار إنها الزوجة والأم المثالية لأطفالها تطعمهم قبل ذهابهم إلى المدرسة في الصباح وتقرأ لهم الحكايات في الليل وتمنحهم قبلة المساء قبل النوم كيف تبدو إذا كانت إيفانكا تؤدي الأعمال المنزلية مثلا تكنيس السجاد بالمكنسة الكهربائية هكذا تأني هذه ليست نجلة الرئيس الأمريكي إنها تشبهها إلى حد كبير هذا عرض فني في واشنطن تظهر فيه شبيهة إيفانكا تدفع أمامها مكنسة كهربائية ويقوم من يرغب من الزائرين بإلقاء فتاة الخبز كي تنظفها جينيفر لوب روبيل هي الفنانة الأمريكية التي أقامت العرض الفني تقول إنه متعلق بالسلطة والقوة وتقول الأمر معقد نحن نستمتع بإلقاء هذه الفتاة الفتاة لتكنسه إنه فعل كوميدي تجسد طبعا إيفانكا شخصية عامة مزيجا هزليا من الهويات النسائية ابنة أم شقيقة عارضة أزياء امرأة عاملة امرأة شقراء يصف النص طبعا على فتاة الخبز على السجادة كي تكنسها بأن هذه الشغلة ممتعة جدا مدهشة المعرض الذي افتتح منذ أسبوع تخيلوا أن شبيهة إيفانكا هذه تقوم بكنس الفتاة لمدة ساعتين يوميا وهي مبتسمة ويبث ذلك على الهواء مباشرة في المتحف الأمر تقول هذه السيدة الأمر معقد نحن نستمتع بإلقاء الفتاة لإيفانكا لتكنسها إنه فعل كوميديوم وممتع ويجعلنا نشعر بالقوة نريد أن نقوم بالمزيد منها ليس هناك أي ذمد نحن يعني كذلك إنها سوف تواصل التنظيف بالمكنسة سواء فعلنا ذلك أم لم نفعل لذا فليس هذا خطأنا أليس كذلك المعرض أثار ردود فعل متباينة كتبت دانا تقول هذه هي محاولة محزنة حقا للدعاية لمعرضيكم لا يمكنني أن أتصور أنكم كنتم ستستضيفون مثل هذا المعرض لإيد ابنتي رئيس آخر إنه عالم محزن الذي نعيش فيه هذه الأيام كريستينا تقول لا أستطيع أن أصدق أنكم تسمون هذا فنان هذه بلطجة واضحة بدلا من الاعتراف بإنجازات إيفانكا تمنحون مساحة للفنانة لاستعراض غيرتها الواضحة منها أما ييرا تقول سوف أجلب معي كيسا إضافيا من الفتاة هي مبسوطة أما التغريدة الأخيرة التي سأقرأها تقول ميليسا أنا آسفة لكنني أعتقد أن إيفانكا استعملت مكنيسة كهربائية من قبل لا أعتقد ذلك إيفانكا الحقيقية انتقدت المعرض في هذه التغريدة التي تقول فيها أين هي تغريدة إيفانكا هكذا تقول يمكن للنساء أن يخترن أن يخذلن بعضهن بعضا أو أن ينهضن ببعضهن بعضا أما أنا فأختار الثانيا أخو إيفانكا دونالد ترامب جونيور يقول إنه محزن أن أرى من يعترفنا أنهن دعاة لحقوق المرأة وهن يشنن هجوما متحيزا جنسيا ضد إيفانكا ترامب ففي عالمهم المجنون لا بأس من التحيز الجنسي إذا كان سيؤدي إلى إذاء خصومهم السياسيين بعد الجدال ردت الفنانة جينيفر روبيل ودعت إيفانكا لحضور هذا المعرض والاستمتاع به وقالت لا أقصد الإساءة على الإطلاق بهذا أكون قد أتيت إلى نهاية حلقة هذا اليوم ألقاكم غدا قبل نصف ساعة من الآن إلى اللقاء